النهاردة تحديد دولة الكرة القدم من فيفا أعلن رسميا حصول ملف المغرب وأسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم 2030 وقف هنا وركز معي المغرب نجاح باهر على مستوى منتخب كرة القدم في كأس العالم 2022 الوصول إلى المربع زابا والحصول على المركز الرابع في هذه البطولة بعد إنجاز استثنائي في تاريخ العرب وتاريخ الكارة الأفريقية بالكامل أداء رائع جداً للمغرب المغرب على مدار كل السنوات الماضية كل السنوات الماضية بقالها كتير قوي المغرب من التسعينات تطلب تنظيم كأس العالم ودايماً الفرصة ما كيتشبت لهم الآن الفرصة جات لهم في ملف مشترك مع أسبانيا والبرتغال عن كل استحقاق وقدارة نهنئ المغرب نفرح للمغرب نسعد دائماً للمغرب دولة شقيقة جمهور كرة عظيم جداً عاشق الكرة يعشقنا وانعشقه والواحد النهاردة فرح للمغرب وكأنه فرح لبلده مغرب تستحق هذا الإنجاز العظيم تنظم كأس العالم كثاني دولة عربية بعد قطر تنظم كأس العالم وساني دولة أفريقية تنظم كأس العالم بعد جنوب أفريقيا 2010 بالمناسبة البطولة دي استثنائية ليستثنائية عشان 2030 هيكون مئة سنة مئة سنة على التنظيم أو البدء في تنظيم بطولة كأس العالم أو البطولة كانت 1930 2030 هيكون فيه مئة سنة عشان كده الفيفا عمل ايه؟ قال لك فيه تلات دول هتنظم كأس العالم اللي هم مين عشان بس تفهموا النهاردة كان فيه أسماء دول كتير كده فالناس تلعبطت التلاتة اللي هيننظموا كأس العالم المغرب والبرتوال وأسبانيا بالمناسبة ماركة النهاردة ماركة الأسبانية قالت إن استاد سندريجو برنابيو سندريجو برنابيو ده استاد ريال مدريد هو اللي هيستضيف المباراة النهائية في هذه البطولة بطولة 2030 كأس العالم أسبانيا والبرتغال والمغرب هينظموا البطولة بس بما إنها بطولة بعد مئة سنة بمئة سنة كأس العالم فالفيفا عمل حاجة استثنائية كده قال لك أرجوي والأرجنتين وبراجوي هيلعبوا مبارياتهم اللي افتتاحية مبارياتهم اللي افتتاحية في بلادهم في كأس العالم يعني تاني أرجوي وبراجوي والأرجنتين هيلعبوا المباراة اللي افتتاحية بس بس ليهم على ما لعبهم بقى كده يروحوا على البرتغال وأسبانيا والمغرب حسب بقى ما الجدول يحطهم فين بس هم تلات مباريات بس هيتلعبوا خارج البرتغال وأسبانيا والمغرب تلات مباريات واحدة هتتلعب في الأرجنتين واحدة هتتلعب في براجوي واحدة هتتلعب في أرجوي بس تلات مباريات بس والثلاث مباراة للثلاث منتخبات اللي هستضيفوا هذه المباراة ألف مليون مبروك للمغرب نفرح لكم وزي ما بتفرحوننا دايما ربنا يا رب يحمي شعبكم بعد طبعا الأزمة الأخيرة